طبعاً كان عدم الاختصاص وهذا كان بالنسبة لي نحن كان قرار صائب نقدو نقوله ألف في المئة ماشي مية في المئة هذا ما كان هذا واللي كان منتظر لأن هذه تكوين عصابة إجرامية أكثر من من ثلاثة أشخاص كانت تسعود ديال معتقلين وأربعة في صراحة مؤقت وكان الناس مازال سريع لهم البحث في خصوص هذا الملف هذا دونك بالنسبة لعدم الاختصاص كان بالنسبة لنا إحنا يا ولا للدفاع ديالنا كان قرار صائب مئة في المئة يعني كنا منتظرين عدم الاختصاص أننا غدي نمشيوا الجنايات لأن هذا ملف أكبر من الابتدائية الناس ديال الابتدائية عملوا المجهودة ديالهم وبانوا بزاف ديال الخروقات وبانوا بزاف ديال الأمورات ليهما غير قانونيين اللي ادعى أن القضية تتغير المصار ديالها من الابتدائي للجنائي تيقنا في قصر العدالة ومحكمات الجناية تيقها كبيرة وعرفين بأن لا شيء يعلع على القانون وكنطلبوا من هذا المنبر ومن المنبر ديالكم كنطلبوا منهم أنهم ينصفون في هذا الملف كما تم نصف ديالنا من طرف المحكمة الابتدائية لأنها حقيقة أدت الواجب على أتمي وجه وأدانت الناس اللي سرقوا لنا بعض منهم اللي تم الحكم عليهم بثلاث سنوات وأربع سنواتنا في هذا وأدانتهم وإحنا بالنسبة لنا كنا راضيين كل الرضا واتيقها ديالنا كاملة في القانون والعدالة المغربية ومن هذا المنبر كنتطلبوا من قصر العدالة ديال محكمة الجنايات من دين الترباط أنها تنصفنا وتشوف وتأخذ بعين الاعتبار الضرر اللي تعرضنا له لا من ناحية المادية ولا من ناحية النفسية ولا من جميع النواحي طبعا لأننا عارفين أن هذا هو القرار الصائب عصبة إجرامية تتكون أكثر من ثلاثة أفراد تسعود منهم رهن الاعتقال أربعة منهم ما زالين فرين وأربعة في صراح مؤقت لأن يأتهد الناس اللي في صراح مؤقت تقدر الموازين تقلب ويقدروا يتعتقلوا في أول جلسة ديال قصر العدالة ديال الجنايات لا احنا فيما يخص الأحكام راضيين بيها وفيما يخص الحق المدني احنا حطينا الحق المدني ديالنا وطلبنا بالحقوق المدنية ديالنا طبعا كان طلبوا بجبر الضرر جبر الضرر احنا كان طلبوا به الجوج ديال الناس الناس اللي معتقالين والقرود أصحاب شركة القرود لأنهم هم المسؤولين الأولون وما المسؤولين وما اللي صربوا المعلومات الشخصية ديالنا لهذه الناس باش تكرفسوا علينا وهما اللي تهم اخترقوا بعض القوانين وداروا خروقات في البيع في المزاد العلاني الشيء اللي تحققنا منه مؤخرا بعد إيقاف أربع قوضات في هذه المحكمة التجارية ديال ضربيضة هذه المسألة هذه أكدت على أنه كان خروقات في الأحكام لك تصدر وأن الأمور كان غير قانونية أما فيما يخص البيع في المزاد العلاني ديال شركة القرود الكبرى كلها فيها خروقات وأول أول خرق للقانون هو البيع بالمعينة لأننا نحن يديش طلبنا طلعنا شخصيا وطلبنا الوثائق ديال شهادة ديال البيع وديال الخبرة ما كانش الخبرة ألوخ شكو اللي كي حط تلقات من هات السيارات المسروقة وهدي سيارات مسروقة كان عودها المحجوز سيارات مسروقة هاد الناس وضعوا يدهم على واحد شيء ماشي ديالهم ما كيخصهمش جاب طريقة غير قانونية وما بني على باطل يعتبروا باطلا هاد شيء اللي كنعرفوه دونك هاد الناس بلي كيبيعوا غيب المعينة كيبيعوا بطريقة غير قانونية شكل مسؤول على هاد شيء واش المدير العام ديال وفاة سالاف واش المسؤول على العلاقة العامة واش المسؤول على المبيعات بغينا هاد الناس ينورونا وينورو الرأي العام نحن مبغينا هاد الناس واش هاد الناس كيسحبلهم احنا كنوقفوه نغوتوه على الفلوس احنا الحمدلله احنا مغربة كبرنا وكنطيحو ونوقفوه ديما احنا مغربة احنا تضرينا بغينا جبر الضرر ديالنا انا السيارة ديالي كتدير 22 مليون باعوها في المزاد العلني بتسعد المليون قالوا ان السيارة ديالي وصلتهم في حالة يرتلها باع العلم ان السيارة ديالي تطلقها دي تحقيق سيارة بقى جديدة دوبل في عند هاد دوزيان في دونج هاد الطموبيل اللي تباعت بتسعد المليون وصلتهم في واحد الحالة قال السييد فني يدعى فني تصلت بيه ومشيت لعنده شخصيا قال ان السيارة ديالي وصلاته في حالة يرتلها كيدوزو على الجاماريك وكيدوزو على الجدارمية في الطريق بدك الورقة ديالي تسترجع المزورة كيدوزو السيارة وكيدوزو الدكاكعة على المخزن والله هم انا هدا منكر شكون المسؤول على هاد الشي اصحاب القرود شركة القرود الكبرى يلي مسؤولها ديروا الناحل على الاقل وجهونا جاوبونا ما تخليوش عنا تساؤلات احنا كنسألوه على العموم وكنسألوه مباشرة ما احنا ما كنتخباوش هاد الناس سرقونا تبعناهم تحاكموا على الصريقة تبتت الصريقة في حقهم ايدان شنو باقي تبتت الصريقة في حقهم قول لي لي ما زال فار ما زال ما تشتش را ما زالين كي سرقو ما زالين هاد اصحاب القرود مخدمينهم معاهم بطريقة غير مباشرة هاد الناس شدو خلاو الساحة فارغة لوحدين ووحدين اخرين را كايين بزاف ديال الناس في حل هاد الامثال هاد الناس اللي مشدودين ما زال المواطن المغربي كي يعاني ما زال كي تسرق ما زال كي تطاهط ما زال كتلفت فيه احكام بطريقة غير قانونية المطلب ديالنا انهم يجبروا الدرار ديالنا ويشوفوا الحل معانا باي طريقة احنا طلبين حل مع الناس ديال القرود وطلبين حل مع المحكامة بالنسبة الميلف ديالي كما قالت الاخت تقريبا ميلفات متشابكة كاتشابه بالنسبة الميلف ديالي البارحة صفتنا شكاية رسلنا المجلس الاعلى الرئيس المنتدب بشكاية كي تضمن الميلف ديالي انا اللي فيه عقد مزور وصارقة وبالنسبة الاخوان كاملين الضحايتهما ورسلنا الجهات القرود كاملة الابنك اللي عندهم المشاكين معهد الناس هدو خصوصا جوج ديال الابنك اللي معروفين على الساحة الوطنية هدو كرا رسلناهم البارح بش يعطيونا عن طريق المحامي بش يعطيونا الورق بش باعوا السيارات الخبرة استيغة نفيذية خصوصا الاحكام اللي جات الاغلبية ديال الناس الاحكام كتتضمن عناوين مغلوطة باش ما تتوصلش انتا باش تحكم غيابيا هاد المشكلة هاد المطروح ماشي انه خرج سهوا انه عند جميع ضحايا تقريبا يعني هاد طريقة غادين بها هاد الناس هادو هاد اه انا كنتمنى خير فيه انا كنقولوا من هذا المنبر هذا كنما نصفتنا الابتدائية ديال السلاح وشفنا فيها باصيس الامل للعدل كنتمنى ان الجنايات يشوفوا ياخذوا بعيد الاعتبار ويشوفووو عاد الناس هادو الضحايا ووشوفوووووال الملف هاد من الناس قيماتنا خارجين ويقولوا خرجين كل شي كن فرحان باغينا هادamasا الناس Other which is left to an وعطين عقد مزور لمحكامة لكي حكمت ضد ضي عقد مزور هذا العقد لم يكن يربطنيش بهم لا يوجد بهم تشي علاقة وشكرا للإعلام الإعلام اللي يقولون هم المحامين ديالهم يقولون الإعلام ديال الشارع ولكن هو ما شهي إعلام الشارع هده السلطة الرابعة اللي كتوصل الصوت ديال الضحايا وخصصا هباب بريس والإخوان كاملين اللي كيجيب كيسان دول ميل لأن كل ما كانش عندهم طيقة وما كانش حاجة ما يمكنش خمساش للمين فر إعلام اللي تنقلها وشكرا الحمد لله كما كنت شوفوا اليوم كانت جلسة يعني طويلة ويعني اليوم قاضي القاضي أمر عدم اختصاص لها هذه القضية هذه وتحملها إلى هذا محكمة الاستيناف ونحن راضين على هذا الشي اللي تدارت في المحكمة ديال الابتدائية وإن شاء الله كنشوفوا الاستيناف تنصفنا ويكون الملف يمشي بوحد الجدية وإن شاء الله والمطالب ديالنا ترجع كاملة وهذه الناس ذي القارض يشوفوا المشكل ديال هاتشي اللي ما بغاشي يوضح ليهم ومعا شكرا